بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين ويتجدد اللقاء ويتجدد الأمل ويتجدد العمل لأجل الوصول إلى قمة النجاح وإحنا يا شباب يا صبايا ما زلنا بموضوعنا اللي هو البي أتش وحساب أتش ثري أموجب من خلال البي أتش شوفوا لي هالسؤال إيش بحكيلي بحكيلي إذا علمت أن البي أتش لعيني من دم الإنسان إذن إيش المعطى يا جماعة في هاي الحالة أعطاني البي أتش البي أتش في هاي الحالة بتساوي سبعة وأربعة بالعشرة طب إيش المطلوب المطلوب بحكيلي إحسب من أتش ثري أموجب بتساوي كم جميل جدا حكينا أنا وياكو بالحصة المرة الماضية إنه تركيز أتش ثري أموجب كالأسد يا سيد معن بتعطيني عشر قوة سالب شو معلها بي أتش جميل جدا هاي على بحكيلي يا أستاذ إذن البي أتش هيها باجي بعوض هاي عشر قوة سالب سبعة وأربعة بالعشرة هلا أنا وياكو اتفقنا يا جماعة هيني بدي أحط على جنب الرقم اللي طلع معاي سبعة وأربعة بالعشرة سالب حكينا كالأسد شو بساوي في هذا الرقم باضف له ثمانية باطرح منه ثمانية يا جماعة ليش ثمانية؟ حكينا باخد أكبر هذا صيء بعد السبعة اللي هو أكبر منه ثمانية ثمانية ناقص ثمانية كأنه إحنا ما سوينا إشي إذن بدي أعيد كمان مرة وأكتب هيك أنا عندي عشر قوة سبعة وأربعة بالعشرة شو سويت فيها الآن؟ رحت جماعة لها ثمانية بعديا طرحت منها ثمانية هذا الرقم لما أتعامل مع سبعة وأربعة بالعشرة سالب زادي ثمانية بدي يطلع عندي عشر هاي عشر قوة ستة بالعشرة ضرب عشر قوة سالب شو مالها؟ ثمانية جميل جدا الآن اللي بدي أسوي يا جماعة اللي بدي أسوي هو ما يلي تفرجوا منيه معاي هذا الرقم كي بدي أتعامل معاه؟ أنا وياكوا اتفقنا هو إيش ما أعطيني؟ لغريتم الأربعة بساوي ستة بالعشرة تخلص من اللغريتم إذن هاي برفحها لأساس عشرة إذن شو طلع عندي أربعة بتساوي عشرة للقوة في هاي الحالة إيش مالها؟ ستة بالعشرة طبعا هاي بس نمسحها النقطة هاي ما بتلزمناش لا من قريب ولا من بعيد إذن كمان مرة الأربعة اللي موجودة عندي هون مقابلها عشرة قوة إيش مالها ستة بالعشرة إذن هذا الرقم يمثل الآن أتش تري أو موجب طلع التركيز اللي إلها أربعة ضرب عشرة للقوة سالب ثمانية وهذا التركيز المولاري وهو المطلوب من السؤال إذن من عيد لآخر مرة أعزائي هذا تطبيق أتش تري أو موجب بيساوي عشرة قوة سالب بي أتش هذا الرقم هذا الرقم ايش المقابل تبعه بدي تعرف لغريتم الاربعة ستة بالعشرة طيب ارفع هاي لعشرة مشان اتخلص من اللغريتم اذا اربعة بساوى عشر قوة ستة بالعشرة اذا اربعة ضرب عشر قوة سالة بثمانية وهو المطلوب من سؤال رقم اتناش تعالوا نشوف سؤال رقم ثلاثةاش ايش بحكي لي احسب بي اتش لمحلول ال اي او اتش اذا المطلوب في هاي الحالة احسب مين بي اتش لاحظ هاي انا حاطط بالعمدن هون البي اتش بدي اعيدها البي اتش يا جماعة هي سالب لغريتم تركيز اتش ثري او موجب يعني كاني بحكي لك you have to calculate يا عزيزي يا حبيبي يا روحي يا اعزائي يا ابنائي يا بناتي يا اخواني يا اخواتي المطلوب احسب بي اتش اذا لازم اطلع مين اتش ثري او موجب جميل ايش المعطى في هاي الحالة اعطاني ال اي او اتش جميل كم اعطاني تركيزها اربعة بالعشرة مولاري طيب الكل بأيدني انه هاي قاعدة اش مالها قوية امتاز جدا هاي مين اللي بلش معانا في الموضوع هاي بيحكو لي يا استاذ تعال احنا وياك نبلش بالقاعدة وهي قاعدة قوية او انا بدي ابلش فيكم يا اعزائي يلا اشوف من بدي يذكرني ايش يعني قاعدة قوية بدي اكون حفظهم القاعدة القوية L-I-O-H و-K-O-H و-N-I-O-H القاعدة القوية تامة التأيون موصلة جيدة للتيارة العربائية وسهما غير مناكس كمان معلومة هاي القاعدة قاعدة حسب السيدة اللي اسمه الرهينيوس مين بده يذكرني بتعريف الرهينيوس هاي علاء بحكي لي أنا اللي بدي أذكرك ذكرني قاعدة الرهينيوس بحكي لي مادة إشمالها تتأين في الماء جميل وإش كمان وتنتج أيونات الهايدروكسيد جميل جدا إذن بدي يعطيني L-I موجب زائد في هاي الحالة إشمالها OH سالب يا جماعة هاي الآن القاعدة قوية لذلك على طول بحكي له يا عمو بما إنه القاعدة قوية إذن تركيز ال-OH هو نفسه تركيز القاعدة القوية وإش تساوي إش أعطاني إياها السؤال أعطاني إياها أربعة بالعشرة بهم مش أكتبها أربعة ضرب عشر قوة سالب واحد مولاري جميل جدا شو بكون أنا طلعت ال-OH سالب لكن المطلوب يا جماعة شو أطلع H3O موجب يلا أشوف هاي طارق داخل على الخط طارق يلا هاته أشوف طارق بحكي لي يا أستاذ بس ممكن تكتب باللون الأصفر بحكي له حاضر H3O موجب بيذهب تساوي في هاي الحالة KW عالميا على OH سالب جميل جدا وتساوي تعالوا أنا وياكم أتفاهم يا أعزائي على ال-KW يلا طارق احكي هاي إش مالها عشر قوة سالب أربعطاش وال-OH سالب كم حسبناها أربعة ضرب عشر قوة سالب واحد وتساوي واحد على أربعة ربع هاي يعني ربع خمسة وعشرين بالمية ضرب عشر القوة سالب هاي سالب واحد ارفعها لفوق بيصير موجب سالب أربعطاش موجب واحد إذن شو طلعت سالب ثلاتاش تسمحوا لي هاي ال-H3O موجب في هاي الحالة أكتبها على صورة اثنين ونص اثنين ونص ضرب عشر قوة سالب أربعطاش مولاري واضحة حركت الفاصل منزلة فهي صارت إش مالها أربعطاش نرجع لآن مين ال-PH وبدها تساوي حكينا سالب لغاريتم هاي ثري أو موجب يلا يا أعلى أعلى بيحكي لي أنا جهز يلا يا أعلى قديش طلع معاي في هاي الحالة H3O موجب A حكي لي اثنين ونص ضرب عشر القوة سالب شو مالها أربعطاش تعالي نوزع اللغاريتم إذن ال-PH في هاي الحالة بدها تساوي سالب حكينا اللغاريتم في هاي الحالة اثنين ونص طب شو رأيكم على طول أكتبها بصورة أسهل مشان ما أنضيش عليها وقت هاي بدها تطلع في هاي الحالة أربعطاش ناقص لغاريتم اثنين ونص طب بتفرج على السؤال أربعطاش موجودة هاللغاريتم اثنين ونص موجودة هايها موجودة إيش أعطاني إياها في هاي الحالة أربعة بالعشرة اطرح لي من بعض من البعض أربعطاش ناقص الأربعة بالعشرة إذن شو طلعت ثلاث ثلاث ستة بالعشرة هاي قيمة إيش ال-PH إذن كمان مرة إيش ميزت هذا السؤال يا جماعة هذا السؤال أعطاني PH ال-PH المطلوب احسب PH حطيت سالب لغاريتم H3O موجب أعطاني قاعدة قوية منها بطلع تركيز ال-OH سالب طلع أربعة بالعشرة طلعت H3O موجب طلعت ربع في عشر قوة سالب 13 اللي هي نفسها 2.5 ضرب عشر قوة سالب 14 طبقت طلعت سالب لغاريتم 2.5 في عشر قوة سالب 14 طبعا هاي لما نوزحها بتعرفوا لأنه أخذناها بتتطلع 14 ناقص لغاريتم 2.5 هي موجودة هيك شباب صبايا إخواني أعزائي بكون أنا وياكم حلينا أسئلة متنوعة على قيمة ال-PH محمد هون بدنا ننهي مشان نبدأ بموضوع جديد موسيقى